إنك تسمع من اللي قدامك حتى لو حيعترض أو حينطقط حاجة أنت عملتها أو حيقولك ملحوظة ما بس في الأول هو مهد معك وخلاك تتقبل منه وده نوع الحقيقة من الذكاء الاجتماعي خلونا نتعلم تفاصيل أكتر من دكتور رقفة يوسف أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية إزايك يا دكتور؟ كمان هانم إزايك؟ قد إيه الفكرة دي مهمة؟ فكرة إنك تبقى عارف إزاي تتكلم إزاي تقول كلمة إيجابية وثم يليها بقى لنقد ما عايز تنتقده أو طلب ما أو ملحوظة ما فتساهل قدامك الكلام ابتدي بمرسي جميل عزيز عشان هو عمل اللي حيكي قلتي بالضبط لما قالت أمو كلثوميا ما كنت أتمنى قبلك بابتسامة أو بنظرة حب أو كلمة ملامة فالابتسامة إيجابية كلمة الحب إيجابية ونظرة حب إيجابية وكلمة الملامة سلبية لكن أنا لو ابتديت معيك بكلمة سلبية من الأول غالباً أنت مش هتتقبلي دي نفسية البني آدم يعني أول ما شوفك أقولك إيه الطريقة اللي أنت بتعامل بيها مع الناس هتلا نفسك قفاشت مني لكن أنا بقولك بص إيما أنا بيعجبني فيك واحد واثنين في نقطة بس لو حبينا نشتغل عليها ونحسن ده حتى يقول لحضرك إيه لما تتكلمي على الإيجابي تتكلمي بصفة شخص أنت إيمان عجبيني في كذا وكذا وكذا لما نتكلم على الحاجة السلبية بس ياريت إحنا عايزين شوف إحنا بنحاول نجمعها عشان ما حسسكيش كمان إن الحاجة السلبية دي عندك بس إحنا عايزين نشتغل بقى على فكرة إن إحنا نسمع الناس أكتر شوف الجمال بتاع علم الإدارة دي دي تخلي الواحد قبل ما يقول كلمة دي يفكر هيجمع ولا حلو؟ أول حاجة بتقولي ده عشان ما يتقلش علي مداب أو شخص مش عارف تأثير الكلمات اللي بقولها في حاجة في علم الإدارة نوع من الزكاء الاجتماعي يسمون الزكاء المفعالي بيسموها الإمباثي اللي هي قدرة الإنسان على وضع نفسه ومكان اللي قدامه أحياناً وانا ببعتليك رسالة مثلاً على الواتساب بعد ما أكتبها أقول إيه ده لأ الكلمة دي أنا لو جات ليها الدايق فمش هبع شايفة بيعمل إيه هو بيحط نفسه أنا وأنا مرسل وحيك مستقبل فهو أنا قبل ما أرسل لك الرسالة لازم أشوف لو أنا المستقبل وجات لرسالة بالمنظر ده إيه اللي هيحصلها الدايق طب يبقى بعتها ليه يبقى لاحظ أن أنا ما أقولش الكلمة دي يعني الستات مع بعض أحياناً مثلاً تستي تشوف تانية تقولها هو ابن كميله كده وصير ليه ما بيطولش هي مش فاهمة أن دي كلمة مدمرة بالنسبة لست تيجي الستة تانية تاخد الكلمة تقعد اليوم كله متعكنات طب ما أنت قبل ما تقوليها ما تشوف لو حد كان قالي الجملة زي كده هتعملي إيه طب ولو أنا واحدة برضا ومفقش معي الكلام هي بقى دي المشكلة عشان كده إحنا بنقول للإحساس نعمة الشخص ده دي حقيقة الشخص اللي ما عندهوش إحساس هو مش فاهم تأثير الكلمة على الطرف الثاني بيعرف إمتى بقى لما ناس يقولوله إزاي تقول لحد كده أنت مش ملاحظين أنت جرحت إحساسه يقول له أنا كنتش حاسس وأنا بقول كده لأنه هو فعلا عنده تبلد حد دي حاجة موجودة في الطب النفس بنسميها الأباثي اللي هو التبلد طب وده يتعالج؟ جزئيا جزئيا لأنه فقد الشيء حتى لو ابتديت أعلمه ما هو ما عندهوش إحساس فأنا ده لازم أقول له وفي ناس كده فعلا ما فيه ناس كده وفي ناس عندها المشاعر وصلت للدرجة عالية جدا لدرجة أنها سيطرت على المخ أنا مش عايز لده ولا ده في ناس حساسة قوي يعني لو قلت ربع كلمة ياخدوها لخطرهم يعني فاهم قصدي فالبردو الناس دي بتبقى متعبة على فكرة التطرف غير مطلوب خايف تقول لها أهلا بيكي تقول لك قالت أهلا بيكي ما قالتش أهلا بيكي اتلخبطت عشان تهني طب أنا عايز أقول لك حاجة صغيرة لسه حد صديقي بيشتغل المدير موارد بشاري في قهد شركات بيقول لي أنا وأنا بتكلم مع الناس قلت مثلا نفترض عندي إيمان وعندي محمد فقلت لك يا دكتور إيمان وقلت يا محمد من غير ما أقول يلم الدكتور هما الاثنين ده اتخذت بحساسية شديدة جدا راح تكلمت مدير الشركة وقالت له دكتور فلان إزاي ما يقول ليش كده يعني عارف حكي لما بتكوني الشخص غير سوي نفسيا الكلمات البسيطة دي فلازم تبقي حريصة جدا معاك لازم تبقي حريصة ليه لأنه بشكل أو بآخر ده ممكن تبقي كارثة أنه بياخد كل حاجة يفسرها بشكل شخصي بس هو بصفة عامة إيمان هانم إحنا محتاجين نتعلم الكلام الإيجابي يعني أنا هقول لي حقيقة قصة تقول يعني تشوفي قد إيه كلام الإيجابي ليه تأثير إيجابي على الشخص عبدالحليم حافظ تنقات 1971 كان ساعتها ابتدى يجيله بالهارسيا ويكوح دم أو يرجع دم وكان عنده تلايف في الكابت غنى أغنية موعود مع العذاب موعود يا قلبي شايفك كلمات قاسية إزاي كلمات سلبية جدا عمرك ما شفت معايا فرح كل مرة ترجع المشوار بجرح مين اللي كاتب له الكلمات دي محمد حمزة واللي لحنه طبعا العبقاري بليه حمدي هو واقف على المسرح متأثر جدا لأنه في حالة نفسية سيئة كأنه بيحكي عن نفسه أنا اللي موعود مع العذاب سافر بعدها بسنتين المغرب الملك الحسن الملك المغرب كان بيحب عبد الحليم حافظ جدا فمسك محمد حمزة قال له محمد ليه تكتبوله الرجل في حالة صحية وحشة ليه تكتبوله كلام سلبي ما تكتبوله كلام إيجابي محمد حمزة طلع ورق أو جألم وكتب أغنية أي دمعة حزن لا 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 وفي نفس الوقت هما رجعين في الطيرة بليه حمدي لحن الأغنية دايبين في أحلى كلام دايبين في أحلى كلام دايبين في أحلى كلام لعرفنا لحظة ندم ولا خوف من الأيام شايف التون اختلف إزاي ولو تشوفي عبد الحليم حافظ هو بيغني الأغنية على المسرح فرق شاسع هو بيقول مهود مع العذاب وبينه يقول أي دمعة حزن لأنه هنا متشائم جدا وهنا متفائل جدا فإحنا عزين نقول بس قد إيه إن الكلام الإيجابي نفسه في حد ذاته حتى لو ما جابش أي حاجة هيجيب تأثير على الشخص نفسه بالمناسبة